محاربة الفساد الحكومي في العراق أمر كبير بلغ من عظمته أن تنازع عليه المشاركون بالعملية السياسية في العراق كلهم وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك 15 عاما وآلة الفساد الإداري والمالي في العراق تنخر مؤسسات الدولة فأحالت الوضع العام إلى ما هو عليه الآن بنية تحتية منهارة وترد على كل الأصعدة ودول صغيرة داخل دولة أو شبه دولة وبعد أن استفعلت الظاهرة وباتت حديث الشارع العراقي أصبحت محاربة الفساد شعارا جاذبا للكتل السياسية جميعها من دون استثناء حتى خرج تساؤل بديهي إن كانت جميع يحارب الفساد فمن الفاسد إذن؟ صحيفة العرب الجديد صلتت الضوء على الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات النيابية التي طاء عليها شعار محاربة الفساد والقضاء عليه مشيرة إلى أن هذا الشعار أصبح الأوسع انتشارا بين جميع المتنفسين كما أصبح الأكثر انتقادا من قبل المواطنين فمن المستغرب إطلاقوا هذه الشعارات من قبل جهات معروفة أساسا بالفساد وبحماية الفاسد ولأن الشعار يداعب مشاعر الشعب المتضرر من الفساد طويل الأمد صار كل شارع في العراق لا يخلو من لافتة تحمل ذات الشعار لكن المدعاة للسخرية والاستغراب بحسب الصحيفة هو جرأة الشخصيات والتحالفات المتهمة والمدانة بالفساد برفع شعار محاربته علاوة على ذلك لا يلوح بحسب الواقع والشهادات أي أمل يذكر بالتغيير فالفسدون ما زالوا يتصدرون المشهد السياسي ولم يحسبوا على الرغم من كشف الكثير من ملفاتهم وهم اليوم الجهات الأقوى على مستوى الدعاية الانتخابية فكيف يبني من كان بالأمس مع ولا هدم؟ وكيف يتحول السارق بالأمس إلى نزيه اليوم؟ جملة تناقضات يضج بها العراق الجديد